المؤثر أهم صفة فيه أن يكون صابرا الله يرزقنا الصوت آمين آمين اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل كافر وميه من خلف عليه من الله ما يستحر جاء بعظام ثم طحنها ثم جعلها في يده ثم نفقها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تزعم يا محمد أن الله عز وجل يحيي العظام وهي بعد موتها وهي رمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك ثم يبعثك فأنزل الله اسمع هذه الآيات فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلذلك الواحد مننا لا بد أن يتعلم الصبر شف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ردة فعله مع أنه يعني رسول ومؤيد بالوحي مع ذلك ردة فعله كان صابر فأنزل الله عز وجل هذه الناية استرد الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا إياكم ويتقبنا منكم صالحة لأعمال شكرا أبو عبد العزيز شكرا حبائبنا لدكات شكرا للمشاهدة